مذيعة بدرجة مالكة جمال بدأت حياتها كموديل وعريضة أسياء التحقت بورش لتطوير ذاتها من أجل التمثيل هي سالي شهين التي قدمت برامج مميزة وشاركت في عدة أعمال فنية ولدت سالي شهين في نوفمبر عام 1987 درست الإعلام وكانت تتمنى العمل كمخرجة لكن الإعلامي محمود سلطان شجعها للعمل كمذيعة وفي عام 2002 حصلت على لقب ملكة جمال مصر وبعدها بدأت حياتها المهنية كعريضة أسياء وموديل لفتت سالي الأنظار وعرض عليها تقديم البرامج في القنوات المصرية والعربية وبالفعل خضت هذه التجربة وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية أبرزها اليخت والحياة السينما وأرض الخوف فكرت سالي في الاتجاه للسينما فالتحقت بعدد من الورش حتى تطور مهارتها الفنية وبالفعل قدمت عدة أعمال أبرزها قواعد الطلاق الخمسة والأربعين والأهن السفرح والنزوة وكان لها حضور لافت في مسلسل الفوازير مسلسليكم مع محمد هينيدي تجارب سالي الفنية لم تحقق نجاحا كبيرا وقت عرضها لذلك فهي لم تتخلى عن كرسي المذيعة حتى الآن ومازالت تقدم برنامج تلفزيوني خاص بها قدمت سالي العديد من المهرجانات والفعاليات الرسمية وكان لها ظهورا مميزا في كل إطلالة لها سالي شهين تبعد حياتها الشخصية عن الإعلام والسوشال بيديا لكنها في لقاء مؤخر أكدت أن فقدان والدها هو التجربة الأصعب في حياتها وأن مرورها بهذه المحنة الصعبة زادت تعلقها بوالدتها الزواج ليس من أولويات سالي شهين لكنها خاضت هذه التجربة مرة واحدة في بداية حياتها وبعد الانفصال كررت عدم تكرارها مجددا لأن الحياة المهنية تأتي في المقام الأول عندها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة